ملفات عدة أثرت على صوت الناخب الأمريكي في اختيار رئيس البلاد أبرزها تفشي فيروس كورونا بشكل قياسي فقد دفعت المخاوف من التعرض للإصابة بالفيروس في أماكن الاقتراع المزدحمة ملايين الناخبين للإدلاء بأصواتهم عبر البريد فيما اختار آخرون التصويت المبكر بواتيرة حطم من خلالها الناخبون رقما غير مسبوك وبقدر ما ألقى الوباء بضلاله على الحملات الانتخابية وأثار جدلاً واسعاً بين مرشحي السباق الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن تسبب الوباء في تباطئ عمليات التصويت وفرز الأصوات وبالتالي تأخر صدور النتائج في العديد من الولايات العدد الهائل من بطاقات الاقتراع البريدية بات مصدر خلاف بين المعسكرين الديمقراطي والجمهوري إذ لا تزال عمليات عد الأصوات جارية في بعض الولايات الحاسمة التأخر في إعلان النتائج تزامن مع اتهامات خصوم بايدن باحتمال حدوث عمليات تزوير وعلى وقع هذه التطورات يطالب مؤيد بايدن باحتساب كل الأصوات خلال تداهراتهم في عدد من الولايات رغم تصاعد منحل الإصابات بجائحة كورونا اشتركوا في القناة